تحتاج الوسائل دوما إلى عوامل مساعدة لتنفيذها وهكذا كانت وسائل التنصير قائمة على عدة أسس وعوامل ساعدت على نجاحها إن إمكانيات التنصير العالمية كانت محققة لتلك الوسائل أما هذه الإمكانيات فهي كثيرة متعددة نصوغ إليكم بعضها فميزانية التنصير في العالم عام 1990 وصلت إلى 164 مليار دولار قفزت سنة 1992 إلى 181 مليار دولار وأما عدد المنظمات التنصيرية في العالم فبلغت 240.580 منظمة وعدد المنظمات في مجالات الخدمة وصلت إلى 20.700 منظمة وعدد المنظمات التي تبعث منصرين متخصصين في مجالات التنصير والإغاثة وصلت إلى 30.880 منظمة وكذلك عدد المعاهد التنصرية بلغت إلى 980.720 معهد أما المنصرين المتفرغين للعمل خارج إطار المجتمع النصراني فقد وصلوا إلى 2.730.770 منصر متفرغ أما عن الكتب المؤلفة لهذا الخصوص فقد بلغت 220.100 كتاب مؤلف أما النشرات المجلات الدورية فقد وصلت إلى 20.270 نشرة ومجلة وعدد محطات الإزاعات التنصيرية بلغت 10.900.000 محطة وهكذا بلغت التبرعات التي حصل عليها المنصرون أعدادا هائلة لا يمكن حصرها وبعد فهذا مكرهم وتلك إمكانياتهم إنها إمكانيات تبعث في نفس الضعاف خوفا ووجلا لكن الحق تبارك وتعالى يبعث في قلوبنا الطمأنينة ويبث فينا الأمن والأمان والثبات يقول سبحانه إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون وهكذا يأتي المعنى في سورة أخرى يقول فيها تبارك وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين